ضربة جديدة لحزب العدلة والتنمية الحاكم في تركيا بإعلان رئيس الوزراء الأسبق والقيادي البارس في الحزب أحمد داود أغلو استقالته برفقة ثلاثة قياديين آخرين وتأتي الاستقالة بعد أيام من صدور قرار إحالة داود أغلو للجنة التأذبية للحزب وهو ما اعتبره بداية لتخلي العدلة والتنمية عن مبادئه الأساسية وأعلن داود أغلو نيته إنشاء حزب سياسي جديد داعي الجميع إلى المشاركة بوادر الخلاف بين رئيس الوزراء الأسبق والعدالة والتنمية ظهرت في أواخر إبريل الماضي عندما انتقد الحزب علنا وأعرب عن عدم الارتياح بداخله كما وجه انتقادات كبيرة لراجب تايب أردغان بسبب التضييق على حرية التعبير وتباطئ الاقتصاد كما كان رافضا لإعادة انتخابات بلدية اسطنبول ولسجن رؤساء بلديات أقراد بتهم الإرهاب ويعد داود أغلو ثانية شخصية قيادية في حزب العدالة والتنمية تستقيل هذا العام بعد علي باباجان الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد وهو ما اعتبرته مصادر تركية بوادر تفاكك للحزب وتهديدا لمستقبله السياسي لسيما بعد الهزة التي تعرض لها مؤخرا بخسارته بلدية اسطنبول لصالح المعارضة ترجمة نانسي قنقر